على خطى النهضة تنمية ونمو واقع معيشي أفضل ضمن دولة التكافل وحسب أولويات الحكومة للعامين 2019-2020 تقوم الحكومة من خلال برنامج سكن ميسر بإنشاء شقق ضمن تجمعات سكنية بالشراكة مع القطع الخاص لبيعها لذوي الدخل المتدني والمتوسط والأسر الحديثة بأسعار مخفضة وتسهيلات ميسرة يستفيد من المشروع الأسر التي لا يزيد دخلها على 700 دينار شهريا أو الأسر الحديثة تمنح الحكومة المستفيدين قروضا سكنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني بأسعار مربحة مخفضة تبلغ 3.5% للمستفيدين من خارج العاصمة عمان وأربعة في المئة للمستفيدين داخل العاصمة وتعفيهم من رسوم نقل الملكية يمنح المستثمرون المشاركون في المشروع قروضا ميسرة بسعر مربحة تفضيلي يبلغ بحدود أربعة في المئة وأراض حكومية بأسعار مدعومة بنسبة 20% والإعفاء من رسوم الإفراز والتوحيد والتجزئة النتائج المتوقعة من البرنامج تجمعات سكنية صغيرة متكاملة الخدمات توفر فرص عمل للسكان المحليين تحريك عجلة النمو الاقتصادي حيث يرتبط أربعون قطعا صناعيا وخدميا بقطاع الإسكان تخفيف الازدحام الحضري في المدن الرئيسية تشجيع القطع الخاص لإنتاج شقق بمساحات صغيرة تنشيط القطع المصرفي دعم الصناعة الوطنية باستعمال منتجاتها في مدخلات البناء ترجمة نانسي قنقر شكرا